أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الكرام أينما كنتم نسأل الله أن تكونوا بخير دائما أبدا ونسأل الله أن يحل عليكم السلام منه ويقرئكم السلام حتى لا يضطرب أحد منكم وتتمتع بالسلام التام والأمان موضوع الليلة إن شاء الله لن تروا الإسلام حتى يأتي الطارق فيبلي السرائر ويبني الهيكل ويأتي مشتهى الأمم فيملأ الله القدس مجدا مشتهى الأمم هو الإمام المهدي والهيكل هو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله عندما يقول الله الذي بارك الله حوله يعني أن هناك مسجد آخر يحمل نفس الاسم المسجد الأقصى الذي هناك ميز بينهما فقال المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وليس وهو لا يقصد الذي لم يبارك حوله وعندنا المسجد الأقصى في فلسطين التي لم يقدسها الله لا في التوراة ولا في القرآن ولم تذكر في الإنجيل ولا أمر عندنا مسجدان المسجد المختفي الذي سيظهر فيه الإمام المهدي وستنزل فيه الخلافة الإسلامية التي سيعم فيها الإسلام كل الأرض لن يبقى على الأرض بشر واحد غير مسلم لأن الله هو الذي أراد ذلك وإن وعد الله حق لا مرد له ولا يمكن أن يصده أحد من خلقه إذن قلنا المسجد الحرام هو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله والمسجد الأقصى الذي لم يبارك حوله ولم يبارك حوله وهو الذي في فلسطين إذن عندنا منطقتين مقدستين منطقة مقدسة قدسها الناس قدستها فلسطين قدستها الإمبراطورة إلىنا سنة 330 ميلادي بينما الأرض المقدسة التي فيها مسجد سليمان قدسها قدسها الله قبل أن يخلق آدم لأنه نزل إليها وأثار فيها الحياة إذن شتان بين هذا وبين ذلك فالمسجد الأقصى الذي فيه ترشيش أعلى الأرض جبل قاف تسبح التباق والثمانية أعراف فيها المسجد الأقصى الذي بناه آدم ومرت عليه جميع الرسالات السماوي قبل إبراهيم في زمن نوح كانت جزيرة وهي جزيرة أطلنتس المقدسة التي تسمى الآن جغرافيا بجزيرة القصرين بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية إذن لدينا مقدسين أرض قدسها الله وهي الزيتون المباركة بين المشرق والمغرب بين مكانها أنها في إفريقيا بين قارتين شرقية وغربية بين أرض تشتائل بالزيتون في آسيا وهي الشام وبين أرض تشتائل بالزيتون وهي إسباني وتونس بينهما التي هي لا شرقية ولا غربية إذن مملكة سليمان هي الأرض المقدسة وليست فلسطين يقول الإمام علي عليه الصلاة والسلام فوالله الذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق بنا يفتح الله الدنيا بالإسلام حتى لا يبقى حجر إلا سجب لله فما تقولون في عقول تعقل فوالله الذي لا إله إلا هو بنا يختم الله وبنا يمحو الله ما يشاء وبنا يثبت وبنا يدفع الله عن كل بني آدم الزمن الكل وبنا ينزل الغيث فلا تهجر ولي الله وادع الله له فإنه يحمل نقل الجبال على كتفه وليبلغ دين سيد ولد آدم محمد عليه وآله الصلاة والسلام ما يلج الليلة والنهار ولتعلم أن نبأه بعد حين قال إن الله سيتم نوره على الأرض كلها بالمهدي إذ سيفتح بالإسلام الحق للأرض حتى يسجد كل من في الأرض لله في منت إسراء رسول الإسلام محمد عليه وآله الصلاة والسلام وكل ذلك بالعقل وليس بالقتل والسيف فكما فتح الله كل مصر برجل بربري واحد وهو نبي الله يوسف عليه وآله الصلاة والسلام سيبتح الله بالمهدي كل الأرض وقال إن الله سيمحو به خرافات اليهود سيمحو به خرافات اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سوا اذ كل ما تسمعون منهم الآن وما سمعتم من قبل باطل وقد قال إنه سيخلص كل ولد آدم من زمن الظلم والموت فيدلهم على ماء الحياة ويسيطر بالعلم الذي يعطيه الله إياه عن الطبيعة بعد قتل إبليس عدو البشرية فلا يعود له دورا فينا إن عبادي ليس لك عليهم سلطة إذن سيختفي عباد إبليس باختفاءه وهذا يعني أن الإمام المهدي سيهدي الناس إلى حقيقة دين الله في التوراة والإنجيل والقرآن وبعد فترة لم تمر من قبل دون رسول أو نبي دامت 1400 سنة وفي زمن العلم الذي يفن كل الأوهام يظهر من الله نورا يهدي به كل البشر إلى حقيقة الدين التي زيفها مدعي الإيمان من أتباع الديانات الثلاث إذ لو كانت منهم طائفة واحدة في العالم على الحق لنضوى حولها كل البشر بعدما عانته البشرية من المتدينين المنافقين الذين يزعمون أنهم يهود أو مسيحيين أو مسلمين وقد ظهر دليل زيفهم الأكبر لما قدس ثلاثتهم فلسطين إذ لم يجد علم العطار أي دليل على مملكة السليمان التي تؤكد كتب الله كلها أنها بالمغرب وليس بالمشغل أي بشمال أفريقيا وليس بالشام بالشام المقدس شمال أفريقيا وليس بالشام الوثني الشام العربي ويقول الإمام عليه الصلاة والسلام ويشف الله عز وجل عز وجل قلوب أهل الإسلام فيتعلمون من أسرار القرآن وأنواره وهذا في القرآن في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزينهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيث قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم وقام الصلاة وآت الزكاة أين يعطي الزكاة آت بها إلى الله في قدسه في منتهى إسراء رسول الله كيف آت الزكاة آت يعني آت بالزكاة إلى الله ساقها إلى الله ساقها إلى قدس الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هنا يصف الله أهل مكة بالمشركين لأنهم رفضوا الخروج لمنتهى إسراء رسولهم وفضلوا عبادة آلهاتهم حول الكعبة على عبادة الله بمنتهى الإسراء أين حج الأنبياء والمرسلين بمملكة سليمان ترشيش تونس وقال الله إن عمارتهم للكعبة أصلا حرام وأنه يجب على المسلمين قتالهم وتحرير الكعبة من براثينهم وتطهيرها من إفكهم الذي أعادوه لما حول الكعبة وفي الكعبة بعد أن أزال رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام فالإمام المهدي هو المسي المنطرة في الكتاب المقدس وهو الذي سيبني الهيكل أي المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله بترشيش تونس بأعلى جبل قاف الذي يسمى الأعراف عرفات في الإسلام وفي القرآن الأعراف حين تمتر السماء يتغطى المسجد الأقصى بالسحاب ولذلك أطلق عليه الخدس السماوية لأنه بسدرة منتهى الأرض كلها وما سمي بالأقصى إلا أنه أقصى الكرة الأرضية سيقوم هذا الرجل بأعادة بناء الهيكل هيكل الرب في مكانه أي في أرض مولده مولد الإمام المادي المبشر به عيسى رسول الله عليه وأمه الصلاة والسلام في أرشريم والذي سينزل في مملكته ليحكم معه الأرض وهذا يعني أن بناء الهيكل خارج ترشيش كذبة يهودية لا أساس لها من الصحة جاء في سفر زكريا ستة وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصم اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشهورة السلام بينهما كليهما أي الإمام المادي ورسول الله عيسى عليهم الصلاة والسلام وفي القرآن في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي من هم هؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأيقام الصلاة وأيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من هم هؤلاء هم آهل الصفة الصوفية في عرضهم وعد الله رسوله ليلة الإسراء أن يكون حكمه معهم في أرض الكوثر في القدس ها في جبل قار في دار السلام الجنة الأرض ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قول الشيخ العاء ابن العربي عليه السلام يخرج الملحدون من مخبعهم بهم الوقاحة بعد قرون من الاستراحة بعلم دجل عقيم يخيل للغافلين أنه سليم ناظرين بعين واحدة ونفس كائدة عندما تجلى الشك وعتخ الرق وفتح لسجن الوهم القابل وإزاحة للسر التنفيلي فيأتيهم الله من حيث لا يشعرون بمجيء البرق البروق والإمام الفروق لا يعرفه باحث ولا يحصله باعث حتى بلوغ وتمحيص لا يعرف أي من أي عند ظهور عندها ظهوره ذروة الطود ذروة الطود من هذا الطود الذي هو جبل الطور والذي هو جبل قاف والبحر المغيب الذي هو البحر المسجور البحر الأفريقي الذي غاضت مياه وهو الآن أرض مشجرة والمعدن النفيس والحصد الضرغام في وقت حروب كما ترون الآن لا يخور ولا يحور ومنذ الأزل يدور وكشف لسر مستور ما هو السر المستور الأرض المقدسة التي طمس الله نورها بين المشرق والمغرب فمن هم الملحدون الإلحاد هو عدم الاعتقاد والإيمان بوجود أو الإيمان بوجود الله ولا يؤمن بإله يعني هم أهل الجاهلية الذين شعارهم أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكن إلا الدار هذه المقولة هي قول العرب أن الدنيا أرحام تدفع وعرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدار الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكن إلا الدار قال الله عنهم هذا في القرآن وقال ابن عربي عليه السلام بعد قرون من الاستراح بعد 1400 سنة بدون إزعاج دينهم جاري على العالم بما فيه من عبادة الأصنام مثل الصفاء التي هي كرسي تمثال خديد والمروى التي هي قاعدة تمثال منات وعرف معبد الشمس وبدل اتباع الرسول اتباع الرسول إلى منتع إسراء عادوا لنفس حج الجاهلية حول الكعبة وألغيت العرض المقدس من دينهم نهائيا وهذا قمة الكفر لأن تارك عبادة الله في قدسه ما هو إلا مرتد في اليهودية والمسيحية والإسلام يا قوم دخولوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خاسرين يعني كل من ترك عبادة الله في الأرض المقدسة هو مرتد سواء كان يهودي أو مسيحي أو مسلم ولذلك قال ابن عربي بعلم دجلي عقيم يخيل للغافلين أنه سليم ناظرين بعين واحدة عين إبليس ونفس كاعدة لأن أرضهم أرض الدجال وقرن الشيطان خرج منها ولما يصدع الإمام بالحقيقة يكشف الله صرائرهم قال الله العلي العظيم في سورة الطارق الطارق هو الإمام المهدي الذي يترق بابكم وليس النجم الذي هواه بل الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حاضر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر تتفركت كل سرائرهم وتظهر كل ما أصروا وكل ما كتموا من آيات الله يظهر الله يكشف الله عمرهم فما له من قوة ولا ناصر اسمع كيف يقولون فالطارق هو الإمام المهدي وهو النجم الثاقب والله يقول إن كل نفس لمن عليها حافظ باعتبار الطارق نفسا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ولكل نفس عليها حافظ والإمام هو حفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سورة قاف وهو الذي سيظهر في جبل قاف والله قال حرفوا الآية قد حرفوا الآية فقالوا لتكون ضد الله فقالوا إنه على رجعه لقادر من هو هذا الله هو الذي على رجعه لقادر تابعوني يوم تبل السرعر فما له من هو ما له هل يوجد غير الله فما له من قوة ولا ناصر بل هم ما لهم من قوة ولا ناصر لن يجدوا ناصرا معهم ولم تقف أمة معهم وكل الأمم ستطور ضدهم فما لهم من قوة ولا ناصر والحقيقة أنها وما لهم من قوة ولا ناصر ولم تكن وما له من قوة ولا ناصر والتي في هذا السياق تقصد الله والعياذ بالله وهو الذي يكشف صرائرهم ويعري عمرهم حتى يتبين للمسلمين أنهم آمنوا أنهم ما آمنوا ولكنهم قدعوهم باسم الدين وباسم الله وعندها تبدأ هلكة العرب وقال والسماء ذات الرجع يعني تعود السماء إلى العرض المقدسة بقواتها مع الإمام الماتي يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة كل ما جعلوا في العلموكم في الإسلام يمحى تماما لن يبقى لهم شيئا مما فعلوا أبدا لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ولا أي شيء لديهم صحية والسماء ذات الرجع والعرض ذات الصدع من هي العرض التي ظهر فيها الآن الصدع الأكبر الصدع العظيم الذي يحيط بشبه الجزيرة العربية أرض تنزل فيها قوات الله وهي الأرض المقدسة ترشيج تونس وأرض تنزل فيها ينزل فيها الصق والعذاب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ولديهم أكبر ساعة في العالم وهي علامة لنهاية هذا الدين وأهل هذا الدين والصدع والصدع شبه الجزيرة العربية محيط بها والذي سيكون سبب نهايتها إلى الأبد إن سيحولها الله إلى جهنم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا انتظرهم قليلا إن عذاب الله لها ولن يرجعه أحد يعني أنهم مكروا في الدين وعمهلهم الله قليلا وللمهدي اسم كلما ذكر بصفر الرعية لن يعرفه أحد سواه وألغازه ولا يعرف أحد سواه أسراره وألغازه ويدعى اسمه كلمة الله وسوف يهديه الله لفك طلاصم وألغاز وأسرار هذا الاسم في جميع نبوآت الأنبياء فيشرح ها للناس وتكون هذه العلامة فك سر اسم الإمام المادي منه ستكون علامة الإمام المادي نفسه في كل كتب الله اسمه موجود في القرآن في التوراة في الإنجيل في كتب ابن عربي عليه السلام في كتاب عبد القادر الجيلاني كل علماء الصفية الذين قدسوا تونس قالوا عن اسم الإمام المهدي وستكون آيته هي في كشف اسمه لأنه لا يشفه اسمه اسمه فالإمام المهدي في الكتاب المقدس يأتي من بابل زر بابل وهو ابن الصادق الأمين يهو صادق الكاهن العظيم يعني ابن رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام وهذا في الكتاب المقدس والإمام المهدي اسمه أيضا يهوشع ابن يهو صادق يعني يهوشع هو الذي فتح العرض المقدسة والإمام المهدي هو الذي سيفتح العرض المقدسة وابن يهو صادق هو الصادق الأمين محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام جاء في سفر حجه في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الراب عن يد حج النبي قائلا كلم زربابل ابن شلتئيل والي يهودة رئيس تونس يعني ويهو شعب ابن يهو صادق الكائن العظيم وبقية الشعب الشعب التونسي الشعب الجزائري الشعب الليبي الشعب البربري مناء الباقي فيكم الذي رعى هذا البيت من رعى ملكم المسجد الأقصى وهو مبنية أبدا لا يوجد أحد لأنه نسي أصلا وكيف تنظرونه الآن أما هو في أعينكم كلا شيء يعني لا وجود له لا شيء موجود عن هذا المسجد الأقصى الذي كان في تونس فالآن تشدد يا زربابل زربابل صفة للإمام المادي لأنه يأتي من المشرق بكونه ابن رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام يقول الرب تشدد يا يهو شعب ابن يهو صادق الكاهن العظيم تشدد يا جميع شعب الأرض لذاك نقول نوجه لكم الكلام ونقول يا جميع شعب الأرض مسيحيين ويهود ومسلمين يقول الرب وعملوا فأني معكم يقول الرب الجنود إذا بدأتم في بناء الهيكل فإن الله سيكون معكم ومن تأقر عن هذا العمر ينسى ينسى لأن الذي لا يعبد الله ولا يجاهد في سبيله لقامة شعيره في خدسه يعتبر الله بريء منه حسب الكلام الذي عاهدتم به عند خروجكم من مصر وروحي قاعم في وصدكم لا تخاف لأن وهكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى الأمم الذي هو الإمام المهدي فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود سيظهر صوت الله ورعوده وبروقه فالأيكل مرة أخرى قال إنه سيأتي إلى العقصة كما كان يأتيه بنورا لما يرسل الإمام المهدي الذي سماه مشتهى الأمم لأن الفضلة والذهب يقول رب الجنود مجد هذا البيت الأخير البيت الأخير آخر بيت يعني البيت الذي سيبقى إلى يوم القيامة أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود وفي الرابع والعشرين من الشهر التاسع من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حج النبي داريوس هو ملك الفرس الذي كان متآلفا مع البربر فكان حلف بين مادي وفارس هكذا قال رب الجنود أسأل الكهن عن الشريعة قائلا إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبة إذا حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبة من أين هذا اللحم المقدس؟ من الهيكل من المسجد الأقصى بطرف خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما لا فهل يتقدس؟ فأجاب الكهن وقال لا لأن المقدس لا يتقدس إلا داخل القدس أما خارجها فلا قدس يمكن أن يتصوره عقل فقال حجي إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهن وقال يتنجس لأن عبادة الأوثان نجسة وكل من مس ميتا تنجس وكل من قتل إنسانا فهو متنجس فأجاب حجي وقال هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي يقول الرب وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هنا هو نجس كل ما يقربه خارج القدس هو نجس لن يقبلها الله سواء ذعبح في مكة أو في فلسطين أو في بيته أو في أي مكان لن يقبلها الله إلا في قدسه لأنك إذا أعطيت إلى الله زكاة في قدسه أكل منها الفقراء قال إن البيت الذي سيبنى سيكون أعظم المسجد سليمان وننتظر الآن إن شاء الله ربما والله أعلم بداية 2025 سيبنى الهيكل ونسأل الله أن يتحق التجاري لأن بناء الهيكل سيحل السلام على هذه الأرض وهو السلام لأننا لن ننعم بالسلام ما دمنا نعبد الأسلام في مكة أو في فلسطين أو في الفاتيكان أو في العراق أو في أي مكان الأمان في أن نعود لعبادة الله فإذا عبدنا الله في قدسه في جبل قاف الأعراف وهو أكبر دليل على وجود الأرض المقدسة جبل قاف أكبر دليل من وجده وكان مؤمنا حقا لا يأتيه الشك بعدها أبدا لأن هذا الجبل مقدس في التوراة والقرآن والإنجيل وقد وجدناه وهو جبل الشعياء النبيدة السبع الطباق والثمانية أعراف بترشيش تونس على الحدود الجزائرية التونسية جبل الشعياء النبي وهو المكان الجبل المقدس المنتظر أن يجمع البشرية أمة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر